وفي إطار حملة مئة يوم صحة أطلقت وزارة الصح حملة تقدر من غيرها وبرامج ترفيهية للمتعافين من إدمان المواد المخدرة وذلك للعام الخامس على التوالي وأوضحت وزارة الصحة أن الساعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات زادت بنسبة 15% ضمن خطة وزارة الصحة للعام الحالي مضيفة أنه تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين في كل من القاهرة والمينيا وسهاج وأصوغان والمنوفية بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين في بني سويف والدقاهلية والإسكندرية والسيوت والمنوفية